احنا نعرف خبرة حضرتك وتخصصك في علاج السم نبدون جراحة بالبالون طيب ده بدأ ازاي و ايه هو البالون و ايه النظرية من وراء ادخاله في المعدة سنة 85 في امريكا كان فيه دكتور اسمه جارن ومراته اسمها بشفاكة اسمائية بس هما اشتغلوا مع بعض كانت مراته تخينة ركب لها بالون هو جات له الفكرة منين انه هو كان فيه ناس بيجالهم مرض نفسي بيبلعوا شعرهم ويلبك كده ويتحوش جوه المعدة فكان بيشبحهم واكتشفوا انهم بيخسوا ومن هنا جات فكرة البالون واتعاملت فعلا وجرابها على مراته وخست فعلا بعدها بسنة خاتت موفرة منظمة الغذاء والدواء الامريكية وابتدت هنا فكرة الاف دي اي وابتدت هنا فكرة البالون البالون دي بتحطها دلوقتي كانت سمان معمولة من حاجة اسماء بلاستيك انرت بلاستيك دلوقتي تتعاملت مادة السيليكون اللي قابل يفدر قاعد في المعدة ست شهور او سنة عشان اقدر اخس فيهم بصيركم لا يتفاعل مع المعدة بلا تفاعل هو فكرة اللي بتديني احساس بالشبع هي بتملالي فراغ المعدة عشان اقدر ايكل قليل لانه مريد سنة مشكلته بيأكل كتير ايه فانا بحط له حاجة تملاله الفراغ ده عشان اقل حاجة تشبعه طيب خطر عندي سؤال دلوقتي حجم البالونة دي ثابت ولا انت بتتحكم في حجمها متحكم حسب حجم المعدة بعد ما بتشوفها بالمنزار مزدوط انا بشوف المعدة بالمنزار زي ما حيكا ذكرت اتطم ان اللي حجمها مناسب انا ليا حجم مينموم 400 ميلي وماكسم 100 ميلي ايه انا مقدرش هيئلة عن 400 ميلي ومقدرش هيئلة عن 400 ميلي يعني حوال لتر اللي راب فبتدرس الاول بالمنزار المعدة دي قد ايه بالزبط لان فيها معدات وسعت مع تكرار الاكل والاشباع الجامد اللي بنوصله فبتحط الحجم مناسب لحجم المعدة وطلع دولات يعملوا حتى بلونتين فوق بعد بس دي لسه ما جاتش مصر باتنين فوق بعد اتنين فوق بعد الناس المعدة وسع جدا بتاخد المعدة بالطول لان كل واحدة لها زي ما قلت حد اعلى طبعا فما تكفيش لوحدة بزبط طيب